كأحجار المسبحة تتوالى الدول التي يرسل إليها النظام التركي مرتزقته الذين باتوا بيادقة تحت الطلب لتنفيذ أجنداته في إثارة الخلافات والقلاقل وتحقيق مكاسب استعمارية طويلة الأمد بدءاً بليبيا وأذربيجانا وليس انتهاءاً باليمن وكشميرا وأثيوبيا مصادر خاصة أكدت لقناة اليوم أن النظام التركي يعتزم نقل مرتزقة سوريين وصوماليين من ليبيا إلى إثيوبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة آبي أحمد ضد قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بحيث يدمج المرتزقة كمرحلة أولى بالأفرع الأمنية الإثيوبية كالشرطة وقوات مكافحة الشغب والتدخل السريع لكي لا يكشف أمرهم وذلك مقابل مبلغ مالي قدره ألفا دولار لكل مرتزق المصادر قالت إن نقل المرتزقة إلى الأراضي الإثيوبية سيتم بطائرات مدنية معدة لنقل الأدوات والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وتحت ستار المنظمات كمنظمة تيكا التركية التي تنشط في القارة الإفريقية ودول البلقان وهي وكالة استخبارات تعمل تحت ستار التجارة العالمية والاستثمارات الاقتصادية وتهدف الاشتثاث السكان الأصليين في البلدان التي تعمل فيها وتوطين التركمان مكانهم كما حدث في ليبيا وصومال ويجري الإعداد له في إثيوبيا بالتعاون مع شركة سادات الأمنية المقربة من رئيس النظام التركي رجب أردوغان مخططات عمل عليها النظامان التركي والقطري منذ زمن عندما افتتح مكتبا لوكالة الأناظر التركية ومركزا لمنظمة تيكا ومكتبا لقناة الجزيرة في إثيوبيا لتتحول تلك المراكز وفقا للمصادر إلى أوكار لاستخبارات النظامين تحت ستار الأنشطة الاعتيادية في إطار محاولات أنقرة والدوحة وفقا لمراقبين تصعيد التوتر بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة وإذكاء الصراع بين الحكومة الأثيوبية وإقليم تيكراي ومع استمرار النظام التركي بتجنيد المرتزقة السوريين والأجانب والزج بهم في مناطق تشهد توترات بين مكونات محلية وإقليمية تثار التساؤلات حول موقف المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا عن نجم سلوك أنقرة الذي يهدد بخلق صراعات دموية وتحويل مناطق تدخلاتها لبؤر صراعات قد تمتد لعقود كثيرة ومن هذا المقدار